يبدو أن هناك بصيص أمل في نهاية النفق حول محادثات سد النهضة مفاوضات ملء السد والتشغيل الدائم والملفات الفنية تحرز تقدماً بنسبة 95% كما وصفها الجانب السوداني وقد حققت المفاوضات تقدماً كبيراً في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد الملأ الأول للسد والتشغيل طويل الأمت تبادل البيانات الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون في المقابل فإن الجوانب القانونية والآلئة الملزمة قانوناً لتسوية النزاعات بين الدول الثلاث ما زالت تراوح مكانها وهو الأمر الذي اعتبرته مصر عنصراً أساسياً في أي اتفاق وبرزت خلافات بين الوفود السلاسة فيما يتعلق بالجوانب الغانونية خصوصاً في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالإضافة إلى آلية معالجة الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بغضايا غير زادصلة بها تتعلق بتغاسم المياه باعتبار أن مفاوضات صد النهضة الحالية هي اتفاق للملأ الأول والتشغيل فقط وعلى الرغم من التوصل إلى التقدم في مسار ملء السد خلال السنوات العادية وسنوات الجفاف والتشغيل طويل الأمد تتمسك مصر بتمرير نحو 40 مليار متر مكعب من المياه منفردة دون السودان وأن يتم التنسيق لعدم تأثر السد العالي وأن يكون الاتفاق ملزماً بتوقيع أطراف دولية وضمان عدم عودة أي طرف للإخلال بهذا الاتفاق وكانت إثيوبيا أعلنت الخميس الماضي أنها ترغب في الحد من دور المراقبين في مفاوضات سد النهضة طلعت موسى الحدث